سلمان الفارسي رضي الله عنه بخطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال خطب الناس سلمان الفارسي رحمه الله بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وآله بثلاثة أيام فقال فيها ألا أيها الناس اسمعوا عني حديثي ثم عقلوه عني ألا وإني أوتيت علما كثيرا فلو حدثتكم بكل ما أعلموا من فضايل أمير المؤمنين عليه السلام لقال الطائفة منكم هو مجنون وقال الطائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان ألا إن لكم منايا تتبعها بلايا ألا وإنا عند علي علي السلام علم المنايا والبلايا وميراث الوصايا وفصل الخطاب وأصل الأنساب على منهاج هارون بن عمران من موسى عليه السلام إذ يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت وصي في أهل بيتي وخليفتي في أمتي وأنت مني بمنزلة آرون من موسى ولكنكم أخذتم سنة بني إسرائيل فأخطأتم الحق فأنتم تعلمون ولا تعلمون أما والله لتركبنا طبقا عن طبق حذوا نعلي بالنار والقذتي بالقذتي أما والذي نفس سلمانا بيده لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم ولو دعوتم الطير لأجابتكم في جو السماء ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم ولما عال ولي الله ولا طاش لكم سوم من فراء ظلا ولختلف أثنان في حكم الله ولكن أبيتم فوليتموها غيرا فأبشروا بالبلايا واقنطوا من الوخاء وقد نابدتكم على سواء فانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء عليكم بآل محمد صلى الله عليه وآله فإنهم القادة إلى الجنة والدعاة إليها يوم القيامة عليكم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فوالله لقد سلمنا عليه بالولاية وإمرت المؤمنين مرارا جمة مع نبينا كل ذلك يأمرنا به ويؤكده علينا فما بال القوم عرفوا فضله فحسدوه وقد حسدها بي لقابيلا فقتلا وكفارا قد رتدت أمة موسى بن عمران فأمر هذه الأمة كأمر بني إسرائيل فأين يذوب بكم أيها الناس ويحكم ما لنا وأبو فلان وفلان أجهلتم أم تجاهلتم أم حسدتم أم تحاسدتم والله لتردن كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف يشهد الشاهد على الجانب الهلكام ويشهد الشاهد على الكافر بالنجاد ألا وإني أضورت أمري وسلمت لنبيي واتبعت مولايا ومولا كل مؤمن ومؤمن علي أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصين وقائد الغرو المحجرين وإمام الصديقين والشوداء والصالحين اشتركوا في القناة